بسر الصنع طيب اللي قاعد في البيت دلوقتي ومزاجه مش ريئ ومحبط وبيقولك أنا عندي اكتئاب ويقولك بص بقى دكتور طلعينا بقى من الحالة دي بالمصري كده أقولك أفرفش ونعنش ازاي مش الطاقة الإجابية في جزء منها فرفشة ونعنشة كلها فرفشة ونعنشة حتى بأمرت الألوان دي هو اللون التركواز ليه علاقة بالطاقة الإجابية جات كده اللون التركواز طبعا فيه طاقة مختلفة الأزرق الأزرقات كلها بأنواحها في درجاتها الأخضرات بأنواحها كلها هتلاقيها فيها هي ألوان الشفاء الشفاء؟ يعني لما لبست لون طبعا واخد بالك محيات العلم طبعا الألوان لها تأثير عليكي يعني ما تلبسي أسود غير ما تلبسي أبيض غير ما تلبسي تركواز غير ما تلبسي أزرق غيمة غير أزرق تيتا طبعا أنا بحب الإيسو دول جري قوي أخبارهم إيه دول؟ دول يعني بيثبتوكي في الأرض يعني اللي هي الألوان التثبيت يعني أنت باسمها إيرثي كولرز يعني ألوان اللي هي الأرضيات الحاسيس أن أنت مربوطة أو بلونجين لحاجة يعني مربوطة بحاجة متقيدة بحاجة مربوطة بالأرض مربوطة البعيلة مربوطة بيعني طبعا مش ده معناس سببت؟ أيوة سببت سببت كل ده مفيش مستشفى هتخشي تلاقي الدكتور لابس أحمر يعني سعر؟ الأحمر مش مصدر للطب يعني الأحمر دايما بنبعد عنه لو إحنا عندنا أي أمراض لأنه هو أحمر ده تنشيطي بينشط هو ده الزبزبات بتاعت اللون؟ الزبزبات بتاعت اللون بتعمل كده الأحمر بلاش يا جماعة؟ لا الأحمر جميل لو إنتي ما عندكيش أي أمراض وإنتي بتديكي برضو طاقة جامدة جدا لأنه هو منشط للحاجة اللي عندك هو تفعيلي بينشط يعني إيه تنشيطي؟ يعني المكتائب يلبس أحمر ولا ما يلبس؟ لا ما يلبسش لأنه هو حيتزود لكن المكتائج يلبس أحمر؟ بالزبط يبقى عدف انتهت بالزبط بالزبط لأنه هو تنشيطي بينشط أي حاجة عندك فلو إنتي عندك جزء من المدايقة أو الحزنة أو كده هيعليه لو إنتي عندك مرض هيعليه بيتفعل مع الكيمة اللي موجودة بوله طبعا طبعا بلاش الأحمر وبلاش الأسود وبلاش البي لا إلبسي كل الألوان اللي إنتي ما عندكيش أي مشاكل لو إنتي صحتك سليمة وما فيش أحمر لأ مصنع بنا أيدم بساعت بيجيلي طاقة سلبية من حاجات كثيرة جدا بالله نعايشين لو إنتي شايفة أن إنتي مخنوقة أو متضايقة الجائل الأربع الألوان الأساسية دول عندنا اللون الأبيض عندنا اللون البنفسيجي اللون الأزرع واللون الأخطر دول اللي هما ملخص ألوان الشفاء طيب ناس تانية من اللي بيسمعونا دلوقتي عندهم فكرة الألوان دي فكرة مهمة إيه اللي ممكن يعملوه كمان ويفرز أو ينشط الطاقة الإيجابية حلوة قوي جميل السؤال ده عشان تعرفيه بس بس طيب حنقول لهم على حاجة يعملوها في العلم دايما بيقول والأبحاث بتقول أن إنت كل ما تيجي تدي كلام حلو لليه صادق بس كلام يكون صادق مئة في المئة يعني الصدق ده لازم 100% يعني نفترض لو أنا مش عارفة راشا خالص بس لابسة بلوزة جميلة جدا وأنا فعلا عجباني واللون حلو قوي فأقول زقها جميل قوي يا راشا شفت أنت اتحكت بذلك انت عاشا واتبسطتي واتبسطتي ركزي بقى حاجات تركزي بقى لا انت لذيذة خالص الله يخدم فكل ما الإنسان قدر أنه هو يدي كلام حلو وجميل للشخص اللي قصاده والأشخاص اللي حوالينا كل ما الأشخاص دي اتبسطت وكل ما هم رجعوا دوله كلام تاني فايتبسط كلام تاني آه كلام تاني فايتبسط فإحنا عايزين نعمل تمرين ياريت نتمرن دلوقتي على الهوى وياريت يعني كل يوم الناس تعمل كده إن هي تنقي حاجة بتاعت خمس أشخاص خمسة كل يوم خمسة وتكتب لهم بقى سواء على أسماس تكتب لهم في ورقة تكتب لهم بقلب من القلب من هنا قد إيه هي ممتنة ومعتزة بيهم وليه ليه بيحبون يعني لو لك صديق أو لك صديقة قولي لها كلمة حلوة إن أنا بصوط أنك موجودة في حياتي مثلا اكزاكلي اكزاكلي لو شكرا لوجودك في حياتي بس نكتب ليه لأن الناس عشان تبقى مقتنعة الأبحاث كلها بتقول إنه الإنسان عايز يفهم ليه إنت ليه بتحبه إنت ليه إيه الحاجة اللي أثرت فيه فممكن جدا جدا يبقى موقف مثلا صديقتك أو حد أو حد دا حتى مش قريب قوي عمله عملك في حياتك وقع رهيب وهي لا تعلم أو هو لا يعلم لما تقوله دات لما تقوله مش بيبقى فرحان بيبقى حس أولا إنه هو ليه معنى في الدنيا الله معنى معنى والإنسان بقى من الحاجات اللي بتعمله هابي اللي بتعمله سعيد جدا إنه هو يحس إنه ليه معنى وقيمة ليه معنى وقيمة صحيح خلاص؟ وأكتر حاجة الإنسان بيحبها التقدير وأكتر حاجة تقلم حد إنه يحس إنه بلا معنى أو بلا قيمة أو بلا تقدير في حياة الشخص التقدير وإن أنا أقدره وإنه هو محترم فكل ما أنا بكتبله وكل ما أنا بقدر أقوله هو جميل ليه بالنسبالي كل مديحة كويسة ونعمل ده مع ولادنا أنا عايزة نعمل ده مع ولادنا ومع الأبهات والأمهات بننساهم جامد قوي 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 طول الوقت خلاص وبننسى العمام والعمات والخلان وبننسى الأجدام صلة الرحم كل الناس يعني يا دكتورة بتشير إلى عايزين نتعود إن إحنا طول ما إحنا ماشيين ندي كلام حلو للناس الكلمة الطيبة صدقة والضحكة 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 الابتسامة في وقت أخيك صدقة دي مش هتكلفنا جنيه بس أوعدكم اللي حيعمل كده حيشوف إفاكت رهيب ده أنا حاجة غريبة جدا يعني انت لقي بعض التعليقات حد يعني ماشي في الشارع ما عارفش حد فمبتسم يعني والشخص ده بال هو مبتسم على إيه اللي أحاول أرقاط إلا بالله يعني حتى الحاجات لكن الدكتورة بتقوله مهم يعني إحنا في موحتنا يعني عندك مشكلة مع ابنك أو بنتك قل له صباح الخير إيه اللون الجميل اللي أنت لابسه النهاردة أو أنت على فكرة عملت مبارح موقف كويس أنا مبسوط منك أنك عملت كده بالزبط الأم ماما صباح الخير أو بابا صباح الخير أنا فاكر وأنا صغيرة أنت كنت بتعملي خدوني معك أشتغل أشتغل معك بابا فتقاطيك بابا خذينا خذينا لو أني هي حاجة مهمة طبعا تأثير الكلام قوي جدا على الجسد فإزاي لو إحنا بنقول إن الجسد ده كم نسبته مية نقول 65 لـ 70 إن نسبة الماء في الجسد لأو أن الأبحاث بتقول إيه إن تأثير الكلام على الماء بيغير في تركيبة المية يعني مثلا لو أنا بقول كلام إيجابي جدا وبقول كلام حلو قوي على مية موجودة فالمية دي بتبقى الشكل بتاعها تحت الميكروسكوب اللما بياخدوا بيجمدوها ويشوف كريستل فورم بتاعها بيلاقوا إن هي شكلها هندسي جميل جدا وأكينه زي بيلمع زي الفضة يعني من كتر لمعان الماء ولما بيجيبوا المية اللي هي متقال عليها كلام خبيث أو كلام مش لذيذ أو شتايم أو حاجات زي كده بيلاقوا إن هي شكلها عشوائي جدا وإن هي مش جميلة كحاجة هندسية فلو إيه ده يعني المية الكلام اللي إحنا بنقوله بيبرمج المية يبقى المية بتتبرمج بكلامنا عشان كده هتلاقي كتير أي من الشيوخ بيقرأوا قراءة قرآن على الماء طب بيمراجوا المية ويقولك استحمي بيها وتوضي بيها الكلام ده له أسف؟ طبعا طبعا كل الأديان اللي حتى التعميد البابتزم في المسيحية هو مية مباركة صح وبيستحموا بيها عشان يتبركوا بيها فكل حاجة في الأديان كلها المية لها تأثير قوي جدا فهي كتل أبحاث بتاعت واحد ياباني اسمه دكتور إيموتو وعندنا في برضه أستاذ الدكتور الكبير قوي في مصر اللي هو إبراهيم كريم كانوا عامين أبحاث مشتركة على الماء ولقوا الإثباتات دي فطبعا لما أنا بقولي الكلمة حلوة أنت جميلة إيه اللي لبس الحلوة ده تخلي بقى تأثير كلامي على الماء اللي في جسدك هي اللي بتخليك تبقي منعي أنا كلمة كل يوم آه